اللعب الصفر الخامس البتدائي أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس الوال الإنجليزية درس لني هذا اليوم هو يونت وين لسن فور عندي ويريز ايت فروم ويريز ايت فروم عندي وير أداة استفام للسؤال عن المكان هاي الاس هي اختصار از ايت ضمير فاعل معناته هو لغير العاقل للجماد وللحيوان فرام معناتها مين يعني من اين هو عندي هنا لسن انت ساي ذيس واردس عندي لسن الصغي انت و سايقل ذيس واردس يعني هذه الكلمات مجموعة كلمات واردس يعني كلمات عندي الكلمات هي انديا انديا شاينة شاينة اراك استراليا ايطالي افريكا ايجا ايجا اعيدها مرة اللغ انديا شاينة اراك استراليا ايطالي افريكا ايجا عندي معنى كل كلمة من هالكلمات انديا هي الهند الهند شاينة الصين اراك العراق استراليا هي استراليا ايطالي يعني ايطاليا افريكا يعني قارة افريقيا ايجا هي قارة اسيا ليش لازم نعرف هذه الكلمات نعرف معناه ونعرف نقراها لأن عندي مجموعة من الأشياء والأكلات والأكلات والحيوانات الموجودة بهذا الجدول لازم نعرف يعود كل واحد من هالكلمات كل احدا من هالكلمات تعود إلى أي بلد أو أي بلد مشهور بها. عندي مثلا هذا السؤال يقول لي Where is Where is Kletcha from Where is Kletcha from Where معناتها أين Kletcha من يعني من أين Kletcha من أي بلد. عندي هنا Kletcha from Iraq Kletcha from Iraq Kletcha from Iraq إنا راح نكتب مقابل كلمة Kletcha راح نكتب إراك عندي مكروني مكروني يا دولة مشهورة بالمكرونة أكيد هي إيطالي إيطالي إيطاليا مقابل مكروني راح نكتب إيطالي إيطالي عندي بانداز بانداز حيوان الباندا هذا حيوان الباندا إلى أي بلد يعود بانداز أكيد إلى China إلى الصين China إذن مقابل كلمة باندا راح نكتب China عندي Elephant Elephants Elephants الفيال أين تعيش؟ الفيال تعيش في قارة أفريقيا Africa and Asia Africa and Asia إذن مقابل مقابل كلمة Elephants راح نكتب Africa and Asia عندي Carrie Carrie أي دولة مشهورة بالتوابل والبهارات عندي India India الهند India إذن مقابل كلمة Carrie راح نكتب India عندي مزقوف مزقوف أكيد كنا نرف المزقوف يعود إلى from Iraq from Iraq مزقوف إذا from Iraq cangros 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 حيوان الكنغر اللي ما يعرفوا هذا هو حيوان الكنغر cangros from Australia from Australia from Australia هنا خلصنا هذا التمرين وهذا الموضوع الدرس انتهى لكن عندي ملاحظة جدا مهمة أنه لازم نعرف بشكل دقيق كل شيء من هاي الأشياء الأكلات أو الحيوانات تعود إلى يا بلد بشكل دقيق لأنه مهم جدا نعرف أصل كل أكل من الأكلات اللي ناكلها أو أصل كل حيوان من الحيوانات الموجودة في حياتنا العامة زي هنا راح